السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية طبعا عن تراجع كوكب عطارد اللي رح يتراجع في برج الجدي وبرضه بدي يرجع لبرج القوس طبعا يوم 13-12 كوكب عطارد رح يبدأ بعملية التراجع الساعة 7.8 دقائق صباحا رح يبدأ في عملية التراجع هاي ورح يستمر بتراجعه في برج الجدي لغاية الساعة 6.17 دقيقة صباحا من صباح يوم 23-12 لا يرجع بعديها متراجعا لبرج القوس وبعدها بده يكمل بحركة التراجع لغاية الساعة 3.7 دقائق من صباح يوم 2-1 يعني بداية التراجع رح تكون يوم 13-12 ورح ينهي تراجعه صباح يوم 2-1 ولكن حلقتنا اليوم رح نتكلم عن المرحلة الأولى اللي هي من 13-12 ولغاية يوم 23-12 اللي هي فترة العشر أيام القادمة وبعدها 11 يوم الثانيات بنتكلم عنهم بوقتهم إن شاء الله طبعا التراجع لعطارد معروف إنه هاي فترة سلبية بيطرق تشويش على كثير من الأمور عنا لا تركيز ولا سيطرة ولا أي أمور بتتعلق في هاي الموضوع في خلال هاي الفترة بيصير في تأثيرات سلبية كبيرة على حياتنا أثناء فترة التراجع بنشعر بالتشويش في حياتنا اليومية بيبدأ التأثير السلبي طبعا ممكن بدأت وتلمسه قبل بخمس أيام من التراجع بيبلش الشعور السلبي التأثير بيركز على مجالات رئيسية سلبية في حياتنا لأنه هو بيتحكم بالاتصالات ممكن تعطو الهواتف بصورة مفاجئة بتضيع رسائل في البريد أو بتأخر طرد بريدي أكثر من المعتاد بالإضافة إلى ذلك نجد أنه زحمة بالطرقات بشكل كبير جدا حوادث سير بشكل كبير بتزداد سرقة الإلكترونيات والسيارات ناهيك عن خراب أو تلف مفاجئ بالإلكترونيات والسيارات منلاحظ أيضا في فترة التراجع أنه عدد من الأجهزة الكهربائية في البيت بتتعطل بصورة فجائية وبدون سابق إنذار زي التلفاز، الثلاجة، كمبيوتر أي إشي إلكترونيات بصير في أعطال منزلية برضو هاي الفترة يجب الحذر أكثر أثناء توقيع العقود لأنه يجب تفحص بنودها بشكل جيد لأنه ممكن شوي ننخدع نشوف العقد ونروح نوقع على الشيء وإحنا مش مراكزين فيتصرب بند ما نكون من تبهين له فيسبب إنا متاعب في وقت لاحق فهو سعنا توقيع العقود اللي بيقدر يعجل يأجل إذا ما بتقدروا مضطر بالدكي الدقق بكل التفاصيل وتستفسر عن كل المعلومات والمعطيات عشان ما تقع ضحية في فترة التراجع طبعا ما بنصح أي شخص من كفالة شخص آخر ماليا فترة التراجع لعطارد من لحظة عدم استقرار الوضع المالي العالمي بصورة عامة برضو علينا كأفراد فعشان هيك ما بنصح حد اللي هي المضاربات المالية الأسواق المالية البورصة اللي بتعملوا برضو بتغيير العملات لأنه بتكونوا على وعي أنه الأسعار بتتذبذب يعني بشكل غير مضمون بين تصاعد وتنازل وانخفاض فهذا الإشي ما رح يسبب مشاكل كبيرة أما من الأمور برضو السلبية وهي النسيان والتشويش اللي بيصيبنا فعشان هيك ممكن نفقد حاجياتنا بشكل كبير فما نعرف إحنا وين وضعنا المفاتيح نظارات مستلزماتنا أوراقنا الثبوتية في فترة برضو التراجع بمجال الدراسة بتخف القدرة على الاستيعاب بتزول الرغبة بالدورات الدراسية بالامتحانات بالأمور هاي أكثر الأشخاص اللي يجب عليهم الحذر طبعا أكثر من غيرهم اللي هم أول إشي موليد برج الجدي لأنه بيتراجع عندهم وأيضا موليد برج الجوزاء والعذراء لأنه كوكب الحاكم عليهم أو اللي بيتحكم فيهم طيب إيش التأثيرات اللي رح تأثر على جميع الأبراج في خلال فترة العشر أيام القادمة أثناء تراجعوا في برج الجدي ولما يبدأ تراجعوا في برج القوس رح نعمل حلقة ثانية ونذكر إن شاء الله تعالى برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل يعني بتمر بفترة صعبة عليك شوي هيك فيما يتعلق بوضعيتك الاجتماعية انتبه لسمعتك لأنه في أشخاص ممكن يحاولوا تشويه صورتك أمام الآخرين والتقليل من منجزاتك وأعمالك المختلفة لا تحاول طلب الترقيات لا تقدم لأي مشروع جديد في هذه الفترة اعمل وإنجز أولوياتك بشكل مدروس برج الثور طبعا تراجع عطارد بيعمل على تعطيل كل ما يتعلق بعلاقاتك مع الأجانب أو السفر أو الدراسات العليا فبتحس أن العمور بتصير بوضع ممكن تتعطل بشكل كلي عليك الصبر قليلا حتى إذا كان عندك أي مشروع للتعاقد الخارجي أو السفر حاول تأجيله لما ينتهي عملية التراجع يعني لبداية السنة إلا إذا كانت الأمور الترارية فبدأك تدقق بالتفاصيل ما بنصح بالدخول بأي شيء يتعلق بالقضايا أو المحاكم لأنها ما رح تكون لمصلحتك حاول انتباه أكثر والابتعاد عن اللامبالاة السلبية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا تراجع عطارد رح يأثر عليك بشكل كبير لأنه يعتبر من الكوكب متحكم فيك وبرضو هو رح يأثر على كل ما يتعلق بعمليات الإرث نقل الملكية في كثير من المقربين بيحاولوا إظهارك بمظهر الخاسر أو بيحاولوا الإساءة لإلك هاي فترة غير مناسبة لتغيير السكن أو شراء العقارات أو الدخول في المحاكم بتجد نفسك مدفوع لإنجاز ما تراكم عليك من العمل مع الشعور الكبير بالعجز برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا تراجع عطارد رح يكون في بيت الشراكة عندك فبيضع علاقاتك بالشريك العاطفي أو العملي على المحك فممكن تنشأ خلافات طارئة لأتفه الأسباب بدك تكون على حذر واضبط انفعلاتك رغباتك في التعبير المباشر عن رأيك ممكن ما يكون محط إعجاب الآخرين رأيك فعشان هيك شوي هذا الشيء ممكن يستفزك بتتأثر صحتك بشكل كبير في هاي الفترة بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا خلال فترة العشر أيام القادمة بتشعروا بثقل بالعمل وكأنه عاجزين عن تحمل المسئولية بأنه رأيك غير مقبول من الآخرين ممكن يتراكم عليك العمل وتحس بالتقصير عليك الانتباه لصحتك بشكل فعلي حاول أنك ما تهمل أي طارئ أو عارض صحي في هاي الفترة فترة غير مناسبة للقيام بأعمال جراحية أو عمل جراحي أو إجراء عمليات طبية أو تجميلية إلا إذا كانت اضطرارية برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا هنا التراجع رح يجعلك تبتعد قليلا عن الأجواء المرحة بتحس كأنه الأمور ما بتصير بشكلها الطبيعي بتصير تصير ببطوء بتتعطل بشكل كلي عليك بالصبر قليلا بتميل لأخذ الأمور بجدية ولكن مع الشعور بعدم القدرة على التفكير الصحيح إذا كان عندك مشروع للتعاقد الخارجي أو السفر حاول تأجيله حتى انتهاء فترة التراجع برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا عملية التراجع رح تكون يعني في مكان حساس شوي له علاقة في البيت بالأب بالنظام الأسري بيجعلك شخص متشكيك في كل شيء ورافض لكثير من الحقائق أو الأمور ممكن تنعكس أو ينعكس هذا الشيء على صحتك بشكل سلبي عليك الحذر من الدخول في حوارات غير ذات جدوى لأنها ممكن تتحول لخلافات واضحة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب هاي فترة سلبية عموما رح تشعر خلال فترة التراجع بصعوبة التواصل لسيما بأخوتك أو أخواتك أو الوسط المحيط فيك فيشعر الطلاب بعدم الرغبة في الدراسة وبأنه كل شيء بيدرسوه ما له أي قيمة بتكون متهرب من كثير من المسؤوليات الملقاة على عققك انتبه خلال السفر على الطرقات من الحوادث الطارئة وحاول عدم الدخول في أي علاقة تجارية في هاي الفترة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتراجع تراجع عطارد بيعمل عملية تراجع على المستوى المالي لأنه في بيت المال فبيأثر عليك لا سيما بالأمور المالية لأنه ممكن تتعرض لخسارات كبيرة إذا ما كنت حريص كما يجب لا تحاول الدخول في أي عقود مالية أو قروض جديدة ولا تكفل أحد لأنه ممكن تقع ضحية لبعض المستغلين عليك ترتيب الأولويات وتأجيل أي حوار غير مجدي مع المحيط بك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا أنت أكثر المتضررين لأنه تراجع رح يكون موجود عندك في برجك عشان هيك بدك تحاذر من فقدان الرغبة بالقيام أي أمر جديد لا سيما في مجال تطوير المهارات أو التعلم ممكن تفقد رغبتك في القراءة أو المطالحة ممكن يصيبك اليأس في كثير من المواقف وممكن يحصل معك خلافات في الرأي مع المقربين وهذا الشيء ممكن يؤدي لقطع بعض العلاقات انتبه لأغراضك بشكل جيد في هذه الفترة لأنه ممكن تفقد يعني شيء ثمين برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيأثر عليك تراجع عطارد على بيت متاعبك وهذا الشيء بيجعل علاقاتك متوترة يعني أو في نوع من أنواع التوتر بوسطك القريب لا سيما بعلاقاتك بأسرتك أو ممكن تكون متمرد على الكثير من العراف والتقاليد في هذه الفترة ممكن تجاهر برأيك بشكل انفعال كبير وهذا الشيء ممكن يسبب لك الكثير يعني كثير من المشاكل بعلاقاتك لا تفكر في تغيير نمط حياة المحيط لأنك ما رح تمشي رأيك ورح تجد أنه في معارضة كبيرة فأحذر من الدخول في مواجهة مباشرة لأنها فترة ممكن تتحول لخلافات برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا ما رح يأثر عليك تراجع وطارد بشكل سلبي خصوصا بعلاقاتك بأصدقائك ممكن تحاول أنك تفرض رأيك على الآخرين ولكن هذا الشيء رح يسبب مشاكل وممكن تخسرهم فعشان هيك يعني أو يصير في نوع من أنواع المواجهة الحادة مع بعض الأشخاص في بعض الأصدقاء ممكن يقطعوا علاقتهم فيك بسبب خلاف بالرأي أو صوت فاهم طارئ أو بسبب مواقف غير مرضية إليك لا تتسرع بالحكم أو اتخاذ المواقف الحادة اللي ممكن تندم عليها لاحقا هيك من كون انتهينا من أخبارنا الفلكية عن تراجع طارد والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر